مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السادة الوزراء السيد الواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وإمين صندوق تحية مصر السادات والسادة الحضور وشركاء النجاح أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم جميعا في احتفالية صندوق تحية مصر التي تأتي تتويجا لبقود عام مليئ بالإنجازات وطمعات في غد أكثر نجاحا وإنجازا وعلى إتبعه نعم أعني صندوق تحية مصر أكبر قافلة إنسية بشارة مع وزارة التضمو المهلكتماعي وثلاثة مجتمع المتحدة واثلاثة مجتمع مدينةة وثلاثة مجتمع المدينة مسجلين بذلك أرغب المثلت التعاون بين مؤسسات الدولة كافة تحت عمان تشارع على شامة أعلى أصرعى نعم لديونا Pan العتوى نعم وض이는 مقابرنة سيطة الفيترانية نمتلك البيتسي اللي صورتنا لتحدث عن صعود، كي إذا صندوق عربه لعدامة لفرقه على مستقيم الإلكترنت المباريين بالتحدث عن العزار المساعدة لتحدث عن المساعدات العربية لتحدث عن العزار المساعدة ومع ذلك للمناطق مع الكيدي من أجل الجميلات وهي أولاق في البشر الأجوبيب كل منحي الكيديد التي نهاية كل منحي الخيارة والماعي للمنحي الكيديد فالطبال بالم餐 والاكتب عزيز الشراء المترجم الوقت لأن المبتج تساعد في المشخص بتواجهة والمشارطة في الأمر المترجمه لحاجة أولاً و 초�صوص بالإنشاف في الأمول مبتحة و هذه الأمرات التزادي للبصحة جزادي للنبتج واضح مرحة في الحجم معافة المنطقة فيه longتالي للتعامل عندما يتجربت في العمل من الهجمه المنطقة للأمر مصر مصر أم الدنيا بلد الحضارة المحبة والخير اللي بيجرفني لها تاريخها بيكي إنجازتها والإنجازات دايماً بتبدأ بفكرة مفيش نجاح وليد الصدفة ولما نتكلم عن مستقبل شعب وطموح أمة أكيد المسألة محتاجة شغل وتعب نبني ونطور وفي نفس الوقت نحفظ حقوق أهلينا في حياة كريمة ولما نتكلم عن صندوق تحيا مصر فده إنجاز مفيش كلام بدأ بفكرة من قائدنا نص ما أمتلكه حتى اللي ورسته عن أبويا أنا حتنزل عنه عشان خاطر بلدنا اللي كان هدف وقتها يجمع كل المجتمع على حب الخير والتكافل والطراحم بين أبناء الوطن الواحد الفكرة بتاعت الصندوق هي كانت محاولة لإيجاد قناة موازنة قناة مالية موازنة تمشي مع الدولة تساهل مع الدولة في إيجاد أمل للمصريين ونجحة الفكرة وبمرور الوقت أصبح عندنا قناة موازنة تعاون أجهزة الدولة وكمان بتبادر بحلول ومشروعات هدفها الرئيسي توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية الحمد لله ربنا عوصة بالناخر كانت حتيت وده واحدة ربنا رزقنا بمطرحين وصالة وخلال السنين اللي فاتت قدرنا ننفذ مبادرات كتير ومشروعات أكتر خدمنا من خلالها آلاف المصريين واللي كان منها مبادرة نهور حياة اللي رجعنا بيها الأمل لعيون كتير فقدت نعمة البصر وبنجري الأهلينا 200 ألف عملية مية بيضة وبنوفر مليون نظارة لتلاميذ المرحلة بابتدائية معظمنا مش نقدر نعمل حاجة زي كده على حسابي ده كارم من عند ربنا الإنقاذ اللي احنا فيه ده لغير مبادرة بالهانم الشفاء اللي وصلت المواد الغذائية لأكتر من ستة مليون مستحق ولما نتكلم عن مبادرة السيد الرئيس لتطوير القرى الأكثر احتياجاً حتلاقي السندوق مشارك وبقوة في المبادرة برفع كفاءة عشر تلاف منزل في تلتمية وتلاتين قرية لأول كنا قاعدين في الطراب أنا ما كناش حاسين ان احنا عايشين محروح وبعد كده عطلوا القاشة تمام صراميك كهرباء مية جميع كل حاجة تغري المدارس والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب في قرى ونجوع مصر ولين وقت الأزمات بيبان معدن المصر الأصيل اتشاركنا كلنا في مواجهة أزمة كورونا موسيقى وحنفضل نتشارك لحد ما نعدي الأزمة بإذن الله وغيره وغيره من المبادرات والمشروعات اللي فعلاً أثرت في حياة آلاف الواطنين والنهاردة وتحت رعاية السيد الرئيس بناخد خطوة جديدة على طريق خدمة أهلينا وبنطلق أكبر قافلة حماية اجتماعية في تاريخ الإنسانية استعداداً لفصل الشتاء واللي هستفيد منها مليون مستحق على مستوى الجمهورية بالمواد الغذائية والملابس الجديدة وكمان البططين موسيقى ده غير إطلاق مبادرات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية ومنها مبادرة بر أمان اللي بيها حنوصل لـ 42 ألف مستفيد من صغار السيادين هنوفر لهم الشبك والملابس اللي تحميهم من برد الشتاء ومبادرة تتلف في حرير اللي بتحمي أياد كتير حفظت تراصنا وفن صناعة السجاد الهدو وفي الرعاية الصحية هنطلق مبادرة كلنا جنبك اللي هنوفر من خلالها ألف وخمسمائة جهاز وألف كرسي لمريض الغسيل الكلوي ومبادرة يوم جديد اللي بنطمم بيها كل أب وأم على ابنهم بحضانة يلجأوا ليها وقت الخطر ولما نتكلم عن العلم فده أملنا في بكرة نسلح أولادنا بأحدث ما وصلت ليه التكنولوجيا في التعليم الجامعي عشان كده النهاردة بنوفر ثلاث معامل مهارات على أعلى مستوى من التجهيزات لتدريب طلاب كلية الطب في ثلاث جامعات مصرية القاهرة وعين شمس واسكندرية أما بقى دكان الفرحة اللي دايماً مليان بالمفاجآت فالنهاردة بيجاهز ألفين بنت من بناتنا وكمان بيوفر تلتميت ألف قطعة ملابس جديدة هنفرح بهم طلاب كتير في الجامعة غير ولادنا في دور الأيتام كل الإنجازات دي ما كانتش حتن من غير تعاون جميع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والشركات اللي مؤمنة فعلاً بفكرة سندوق تحيا مصر ورؤية الرئيس في بناء مصر المستقبل المشوار لسه طويل وبشركاتنا في الخير هنوصل لكل أهلينا رفعين شعار تحيا مصر سندوق تحيا مصر من المصريين للمصريين من أجهزة سندوق تحيا مصر المصر أجهزة سندوق تحيا مصر أجهزة المصر أجهزة 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 هناك أجهزة 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 لكنها أجهزة أجهزة نشاط الأشداء قطع ويقوم بعمل الوصول ورقائي كل ما يريده لطيفة جميعات التعليمية وي تصدروا بجميع مستيقات كلها الوصول على الهتمام ويلمسيق التعليمات على الوصول على الوصول على ايضاً ويكون لتعليم المستيقات والمستيقات التعليمية ويعمل الاجتماعي للعملية والعقدات لديه مجتمع من هذا المنزل من المنزل من الجنان المنزل من الرمال سوية من أولى المنزل من أول مليون يجبشان الاسر ويكون مرة من المنزل من المنزل من الإجتماعات الأراضي في المدلكة المطلوبية مع جميع المتحدة لتحقيق الهياء الكريمة للمصريين من خلال التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة والتي تقدم كافة سبل الدعم والتمويل من أجل إنجاح جهود التنمية وعلاه شأن هذا الوطن ونهذته من الداخل هي الفي Boys and development of this country from inside and safety from outside I'm grateful to youri Mr the Prime Minister Mustafaog 원�aly his great sponsorship for all of the activities programs and projects that's usually the most needy villages who spare no time to contribute in reaching المترجم للقناة 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 وممتاز المرات المصدرية القطعة لمن الملات وموديات كشهر لكما ينبغي وانه خلاله للإمكان يملكتجة لجميع المناطق لكما يجعلها وفا preferred أجراء فالفضل وعند تلك المنطقة التي تسجح لجميع المدينة ومكرافات أعضب ووكها وكما أعطب مع الأجانب أن يكون لجميع المدينة ومع المنطقة المترجم للفصول على منطقةanya ومع الكثير من المنطقة نظرنا trong happened واحدة الأولى التواعيس المنطقة ليستمعوا وجهة لقوم بكيرة وتعالى تشغل العيوان المناسب للمنزل والتحديث عن المنطقة بضعاتكم ومن تحاول أنها متفاوية لعبارة والعبارات والمناسبة كيمن المناطقس ونحن لطاقة الغدية من الجرمي، ونحن مرجع بفق الأشياء من الجرميات that together with the different multidimensional poverty. Not just financially but also the lack of better residents and a less health insurance. ف's how we've been able to make sure that we can compete all of this multi-dimensional property with different and multi-dimensional man what aspects as well also we work to make sure that we reach to the the vision of this DG if the season is 20 30 and we have got two new strategies to work with المترجم للقناة ومع اشتركات الناس القناة حيث التعاق بإضافة المعاوة الناس العقدين في كل مكان من تجربة المعاوة التي يمكننا التعاق بإبداع المتحدث وضع المتحدث في العالم والمعاوة التي تحتاج إلى أن نهاية عملكة من المجدد وإن الله أعلم هذه والمعاوة الاجبتين والمعاوة and may Allah have peace on you many thanks to you Dr. Naveena Kobash for your great speech now we're waiting for the initiative of Mubadrat Tetlaf Harir documentary movie and our story is a story that is a story that has spread our lives a beautiful story that was created by the Renaissance and the history of Mubadrat Tetlaf Harir the story of Mubadrat Tetlaf Harir is the story of Mubadrat the story of Mubadrat Tetlaf Harir على خيوط النيل سجاد كليم وجبلان وصلنا بيهم لبلد كتير وعرضنا فننا على جنسيات أكثر لكن بمرور الوقت الصناعة وجدت مشاكل كتيرة المشاكل الكتيرة اللي بتقابل صناعة السجاد في الفترة الأخيرة ركود كبير جداً في التسويق ارتفاع سعر الخمات الحرير الطبيعي ارتفع سعره بشكل كبير جداً محتاجين زي معرض دائم يخدم كل حرفيين مصر مش مهنة السجاد والكليم بس تسويق الصحي سيبتك يتعمل لنا معارض وتعمل لنا جمعيات اعتراع الشغلة دي اعتراع الناس اللي فضلة فيها المصاريب بتاع المعرض بتبقى غالية علينا احنا من المحافظة وبنتنقل محافظة تانية بنعود مبيت بنعود مواصلات طبعاً والمعرض ممكن تبيح فيه وممكن ما تبيحش هو كدعاية وغلا حدك فبيبقى كتير علينا قوي مفاري في المعارض انه المجبوط بمدرجة وخمات طيب لو الجامعية لو الجامعية ما عندهاش استعداد تشتري الخمات يبقى عناق بقاش فيه صناعية وما فيش حريص وعشان كده رئيس الجمهورية كلف بتوفير حلول لتشجيع الصناعة من هنا كانت مبادرة تتلفف حرير اللي هدفها جذب الشباب لصناعة النور لانهم امالنا في بكرة وكمان عشان نطور تصميمتنا من السجاد ونوصل بيها لمستوى عالمي ده غير ان المبادرة هتوفر الانوال والخمات وحيتم عرض منتجاتها على كل الوسائل التسويقية وكمان اونلاين وعشان رسالتنا دايما اننا نطور ونبني مش هنوقف نص الطريق هنكمل ونأسس اكاديمية متكملة لتعليم حرفة السجاد اليداني فيها مركز تدريب واحدة تشطيب واحدة صبار وكده هاستفيد من المبادرة 1500 مصر كبداية بإذن الله حيكون عندنا تصميمات تنافس في السوق العالمي بالامل والتعاون والطموح في الصعب يهو ونحقق كل امنينا ويفضل شعارنا دايما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر مبادرة رئاسية تتلفف حرير مبادرة كلفة حرير تتبين done by His Excellency برسنا فتح السيسي throughout the long-life region fund with the participation of the ministry of social solidarity the continuous slogan is to collaborate for the best of tomorrow so thanks for all of our partners of success and because Allah the Lord usually pays to those who do their best so now let me drive to you one of the very good news such good news was never being achieved without you being with us محاولة دخول صندوق تحيا مصر for the long-dipation fund in the dnc encyclopedia and now with the announcement of the attempt throughout this official video and now welcome back to guinness world records headquarters it's now time for me to reveal the result from the official attempt from the official attempt Tafia Massa Fund you attempted the guinness world records title for the largest single donation of hunger relief packages our team of highly trained record specialists have reviewed your evidence and I'm pleased to announce that all the guidelines were followed I can now reveal the grand total was 300,000 packages on behalf of guinness world records congratulations on achieving a new guinness world records title on behalf of guinness world records it gives me great pleasure to present you with this guinness world records title you are officially amazing we are delighted that you could be on welcome back to guinness world records headquarters it's now time for me to reveal the result from the official attempt Tafia Massa Fund you attempted the guinness world records title for the most donation of chicken our team of highly trained record specialists have reviewed your evidence and I'm pleased to announce that all the guidelines were followed I can now reveal that you achieved a grand total of 2,000 tonnes you are the new guinness world records title holder congratulations on behalf of guinness world records it gives me great pleasure to present you with this guinness world records title you are officially amazing we are delighted that you could be part of this guinness world records event and we hope to see you attempting and breaking guinness world records titles in the future the long live fund and being a part of the world guinness records and exceeded records now we have mr. Ahmed Makhlet the executive manager for the co-coordinating office weather guinness to provide the certificates that we have received please come to the stage guess please come to the creative animation andавis perc veterinary you you can't hear it or you any fear you can't learn our folly اشتركوا في القناة 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 شكرا جميعا يجب أن يكون هناك الكثير من الأعلى اشتركوا في القناة